إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ وهذا السفر على فكرة الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحقر تحيا أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أحب في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا معا ولكني سمعت أنك الفريدي شوي الحمد لله ربنا ألعب علي هو شهل مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجته عند الظهر في هم القيامة فيخفف عني بعض الملع العذاب وأقف مني لديه وخائف المتوجد يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخف فعله فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي أذهب وحدي فعط وليس معي أحد لكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك عندك قاعدة لبلو القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبده بحكمة إلا فتح له بابا يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقدت البصر لا 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 في كنت ولا يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب علي نعم كنت أغضب وأحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدر نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة لا أسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوسة اللهم آم فردت همومي ونشرح قلبم هموم لما تليتك كل الأحزان فرد يا محكم القرآن يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرر فردت همومي ونشرح قلبم هموم